السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أحبائي في قناة وصفات لكم سعدت بلقائكم وأتمنى أن تكونوا بألف خير وصحة وعافية فيديو اليوم سوف يكون عن وصفة هي للتخلص من الدوالي وصفة سهلة جدا بمكون من مطبخكم رائعة جدا ستخلصكم من الدوالي كما تعلمون ظهور هذه العروق المنتفخة والتي قد تكون أيضا بلون بنفسجي يعني شعيرات تظهر على الساقين كذلك في مناطق أخرى مما يجعل منظرها غير محبب بالخصوص للسيدات اللواتية تعرضنا لهذا المشكل بكثرة نتيجة العديد من الأسباب منها الحمل، التغيرات الهرمونية أيضا كثرة الوقوف أو حتى كثرة الجلوس أيضا نجد بعض العادات الغدائية الخاطئة التي تؤدي إلى ظهور هذا المشكل اليوم سوف نعمل وصفة هي سهلة جدا ورائعة مضمونة فعالة للتخلص من مشكل الدوالي إذن لعملها سنحتاج للبقدونس هذا المكون الرائع جدا سواء فيلم في الطبخ أو حتى في استعمالاته يعني التجميلية كالشعر أو حتى للبشرة اليوم سوف نستعمله للتخلص من الدوالي إذن البقدونس هو يحتوي على كيمية كبيرة من فيتامين سي وعلى العديد من الفيتامينات التي تساعد الجلد وخصوصا تلك الشعيرات تخلصها من الترصبات العالقة بها تساعد كذلك في إعادة مرونتها حتى لا يترصب الدم عليها إذن سنحتاج في وصفتنا إلى حزمة من البقدونس نقوم هنا بإضافة الماء الساخن إليها بهذا الشكل إذن بعدما قمنا هنا بإضافة الماء المغلى إليها نقوم بتغطيته ثم نقوم بتنقيعه إذن بعدما يصبح الماء دافئ نقوم بعد ذلك بتصفيته ونأخذ المحلول ثم نقوم بدهنه على المناطق التي بها دوالي في الساقين أو في مناطق أخرى مثل الفخدين يعني يختلف ظهورها من شخص لآخر نقوم بدهن المناطق المصابة ونتركها تقريبا لمدة ربع ساعة طبعا سوف تجدون أنها جفت تكررون هذه العملية مرتين في اليوم يعني تعملونها صباحا ومرة مساءا وتستمرون عليها حتى تختفي الدوالي طبعا مدة الشفاء تختلف من شخص لآخر يفضل أيضا بعد عمل الوصفة أن تقوموا بشطف المكان بعد ذلك بعد ربع ساعة يعني من عمل الوصفة وبعد ذلك يمكنكم أيضا وضع زيت الزيتون وتدليق المناطق التي بها دوالي حتى تتخلصون من هذا المشكل أيضا يجب التخلص من الأسباب التي تساعد في ظهور الدوالي لديكم منها كثرة الوقوف وكذلك كثرة الجلوس يعني يجب الحركة بشكل معتدل إذن كانت هذه هي وصفتنا لعلاج الدوالي والتخلص منها أتمنى أن تعجبكم وأتمنى منكم أن تشاركوا هذا الفيديو أحبائي لكي تعمل فائدة نلتقي إن شاء الله في فيديو جديد مع وصفة جديدة ودمتم في أمان الله